ايضا هذا البوست خاص بالناس اللي هما اه كي يخدموا في الفلاحة جميع المهام اللي كي يكون في الفلاحة دفع لهذا الخدمة هديرة ما محتاجش لمستوى دراسي ما محتاجش للسن محدد وما محتاجش لديبلوم لتجربة لتجربة لتش حاجة دفع لهذا يعني لهذا العمل هذا جتلك كل شي وجتلك ليميلات وجتلك للرسالة اللي غادي تكتب والغادي تحطيها هنا تحطي العلومات كلها في ذلك 1 معлуч الabor Auschwitz, dio إذا هم ترغرها ، هذا النجم پو محمد رسالة اللي اغardتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاخواتين مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد بالنسبة للعناس لهذا اليوم اخواني خاص للناس اللي هما باقعين يخدموا في المجال الفلاحي بالنسبة للناس اللي باغواني يخدموا في المجال الفلاحي بالنسبة للناس اللي عندهم هاد المجال كيف همو فيه امزيان وديجع يخدمون فيه وبطبيعة الحال هذا المجال هذا لا يطلب لا تجربة لا يطلب لا مستوى دراسي لا يطلب الوالو إذن ستتخدم في المجال الفلاحي في الدولة فرنسا راكينا جوجل العروض محطوطة جوجل العروض وكذلك في هذا الفيديو سنشرح لكم طريقة كيف ستتحول هذا العروض هذا انطلاقا من أنكم تكتبوا واحد الرسالة باللغة الفرنسية وغادي تحطوا فيها المعلومات كيف سنشرح لكم الآن اخواني وهذا الرسالة هادي راني وجدت لكم جوجل النماذج الرسائل يكفي انكم تاخدوا هاد الرسالة هادي وحطوا فيها المعلومات ديركم تحطوا فيها الاسم ديركم والعنوان ديركم والدولة ديركم وكذلك رقم الهاتف وفي الاخير تحطوا اليميل ديركم اللي هما غادي يتواصلوا معكم عبر هاد الايميل اذا كانوا جوج دير الشركات وجوج دير الزيميل اذا حاولوا انكم تدفعوا لواحد الايميل ما تدفعوش بجوج تدفعوا لواحد الايميل اختاروا واحد الايميل ودفعوا لي رابحة لبحال وكذلك تدفعوا بهذا جوج دير الرسائل لهم هاد نحط لكم جوج دير الرسائل وهانتم هختاروا رسالة من هاث جوج دير الرسائل كيف حالوات شوفوا الان اخوانين هذه الرسالة ال الاولى وهذه الرسالة الثانية يعني كي نجرب الرسالة الاولى والرسالة الثانية يكفي انكم اخواني اه تحطوا المعلومات لديكم الشخصية. يعني كل واحدة المعلومات لديه يعني ما تحطوش هاتش شيء لكتبنا هنا يعني هناك أوتب لكم غيره عشوة ستجعله. اذ spendLim forgive me. اذا مثلا هنا ستكتبو الاسم الكامل هنا ستركut العنوان السكن لديكم. و الدولة مثلا أنتما ساكنين في العنوان الفلان الفلان في المغرب. زم다� fridge المغرب هنا سوف اضعت بلوس مئتين وطناش زائد مئتين وطناش وما تدروا صفر ديروا زائد مئتين وطناش بحالكة زائد مئتين وطناش وحطوا النمرة ديركم مثلا بهذا الشكل هذا بعد الطريقة هكذا وهنا غد تحطوا الجيميل ديركم هنا غد تحطوا البارد الالكتروني ديركم إذن من اللي غد تكملوا هذه المعلومات هنا غد تجيوا الاسفل هنا هذه هي الرسالة هنا ما تبدلوا التشح هاشا هنأحطوا هذه المعلومات توقع غد تجيوا الاسفل هنا غد تحطوا الاسم الكامل ديركم كيف حطيتوه لفوق احطوه لتحت هنا هنا هنه هده هما المعلومات إذن بالنسبة هنا يعرضوا البال واحد القادية في هذه الرسالة رقم واحد لأنها الى بنسبة الدراري اللي بغي يدفعوا يحيدوا هاد هذه لأن هذه خاصة بالإنث عندكم هاد الما بين هاد ما بين قوسين حيدوها وحيدو كذلك هادي بهذا الاس او كذلك هاد وحيدوا بنسبة الدراري اما بنسبة الليبنات زيدوا هادي زيدوا هاد اله اضعها بالطريقة هيقا وكذلك هنا اضع الاس او بتشكرها اذا هذه هي طريقة اخواني اللي غادي تديروا انكم اه تكتبوا هذه الرسالة او لا تاخدوا هذه الرسالة هذه اذا بالنسبة للرسال را اتخذوها هذه يعني غادي اغاملها غادي تكملوا معلومات كاملة غادي تجرواها بالطريقة هيقا غادي تاخدوها من الاسم هنا وغادي تدرو لها اكوبي وهدي تمشون مباشرة لها ايمايلي لكم بعد طريقة هذه ونضع الرسالة بتشكرها انا اضع الرسالة بعد الطريقة هذه وبهذه البلوصة غادي ترسلوه للهاجر ديالي لازاميل كالياميل لول وكالياميل ثاني كيف قدتلكم انكم تختاروا ايمايل واحد من هذا الجزال ايمايل اللي غادي نشارك معكم يعني هادو جوجة للشركات خاصين بالفلاحة يعني هادو خاصين بالفلاحة الى صفتي هادو ال practices الديل. سيمشي مباشرة. يعني المصلحة اللي هي خاصة بتوظيف لهاد العمال اللي هما غدا يخدموا في الفلحة في دولة فرنسا. ايضا هذا البوست خاص بالناس اللي هما آآ كيخدموا في الفلحة الجميع. للمهام اللي كيكون في الفلحة دفع لهاد الخدمة هديرة ما محتاجاش لمستوى دراسي ما محتاجاش للسن محدد وما محتاجاش للا ديبلوم لتجي حاجة لتجربة لتجي حاجة. الدفاع لهاد العمل هذا يعني شوف الحظة ديالك فين كي. يعني يقدر انك تدفع ويجاوبك في بلاصة يقدر ما يجاوبك. يعني حسب الظهر ديالك. يعني لا عندك الظهرة عدي يجاوبك في البلاصة. ايلا ما عندك ش ظهرة ما عندي ما ندر لك. انت شوف ظهرك ونصف يعني وجدت لك كل شيء وجدت لك اليميلات وجدت لك الرسالة اللي غادي تكتب ولا عدي تحطيها هنا ما عديش تكتبها اقدر لعكو بي قولي. انا نحط لكم هذه المعلومات كلها في اول تعليق لحط لكم جدي الرسالة انتم اختاروا رسالة اللي بغيتو. واختاروا اليميل اللي انتم باغين. ما تصفتوا جوجو جدي اليميلات. صفتوا اليميل واحد. اذا اخوان هدو هم اليميلات اللي كينين. هدو هم جوجو اليميلات. يمكنك انك تأخذ اليميل اللي اول او اليميل الثاني. هنا سبيل المثلا ناخد اليميل اللي اول. ونضعه في هذه البلاصة هذه. ونضع هنا. نضع هنا. نضع مثلا هذا. بالطريقة هذه. كونديداتور الوبجكتيف. ونضعه هنا. ونرسل اليميل للي ولكن حطوا المعلومات لكم. هنا اكتب هنا الاسم لك. مثلا انت اسمك مثلا حسان او مثلا ابن علي مثلا. بطريقة هذه. وهنا يكتب العنوان ديالك. نحيط هذا القوسين ونحيط كل شيء. وكتب العنوان ديالك في هذا المكان هنا. وهنا يدير المدينة زيد على الكود ببوستال في هذا البلاصة هذه. وهنا يحط الرقم الهاتف في ديالك. بطريقة العادية. وهنا يحط اليميل ديالك. وهبط الاسفل كل شيء. حط الاسم ديالك هنا. اسميك وكنيتك. وضغط على انفوي. كي تصفت هذه الرسالة هذه. أنا انتهت بينطيب الرسالة اللي هي الرسالة الاولى يقدر انك تختار الرسالة الثانية. بتشكل الادة اختار الرسالة الثانية اقفى الى حالة للمعدلك تشين مشكلة. يعني المهم هو انك تحط المعلومات بطريقة الصحيحة يعني نفس الرسالة بهذا견. لم يابين ت찰 المضمون دير الرسالة الي هو هذ المعلومات اللي كينين هنا يها هذه المعلومات اللي انا هذ المعلومات اللي في انا اللي бок הם الفي أحد المهم جدا والرسالة رها الان مكتوبة بطريقة مزيانة يكفي انك تكتب عينوا حان في mine الان我有 العنوان السكن و الدولة التي فيها وهنا المديل الذي نتاkol table في المدينة وهنا الرقم او ساعي في ديارك وهنا اا There are email عندي اعني the email اللي هو الفين عندي اللي هو الاملlevel حاول انك تكتبه في طريقة صحيحة لأنه هو فاش غادي يجاوبوك هاد الناس اللي غادي تخدم عندهم او لا هاد الناس اللي مكلفين بالتوظيفة وفي الاخير غادي تكتب آآ الاسم الكامل لك يعني اسميك وكنيك الفلافة وغادي تاخد هادا الرسالة وتحط فضل بلاصة هادي وتمشي تختار واحد بالايميلات غير ما الايميل الول او الايميل الثاني يعني لحسب الايميل اللي انت غادي تترسل فيه با الطريقة هادي وتحط فضل بلاصة هادي فضل بلاصة الفوق تحط بات الشكل هادا كولي وفي الوبجيكتيف هنا حط هاد الكلمة هادي اللي غادي تاخدها من هنا ها من آآ يعني الوبجي دي الرسالة يعني الموضوع دي الرسالة اللي هو الرسالة خاصة بلي كونديداتور بول بوست دوفغير العمال دي الفلاحة اللي غادي تحط في هاد البلاصة هادي وبعد ذلك هام اللي غادي تحط المعلومات كاملين غادي تضغوط على اون وي اذا هدا هوا ما الطرق وهذه هي الطريقة اللي غادي تتبع لطريقة سهلة كوبي كولي المعلومات اللي غادي تزينتها هما المعلومات الشخصية هادي اللي غادي تحط فضل بلاصة هادي وصحف يعني بالنسبة للذكور والاينات الناس اللي بغين يخدموا في المجال الفلاحي في دولة فرنسا هاد الايميلات خاصة بلا يعني بهات الشركات اللي هما كيوضفوه بحال هات الصيف دي العمال اللي هما خاصين بالفلاحة اللي يخدموا في الضيارات الفلاحية في فرنسا يقدر انك تمشي وتخدم وانك تدير عقد معا يدون معاك واحد العقد اللي هو كيمتت مثلا من اه من ثلث شهور حتى لست شهور ويقدر انهم يجدون معاك العقد وانت اه يعني شوف الحظ ديالك ولا تقبلتي مبروك ولا ما تقبلتيش عاود تاني طريقة مرة اخرى حتى كيجوبوك اذا هدي هي طريقة وهذه هما المعلومات الخاصة بعض الغروض العمل اللي كينا في اه فرنسا وبالنسبة لدى المجاة ديال الفلاحة اذا المعلومات اخواني انا نحط لكم في صندوق الوصل نحط لكم الرسائل بجوج هاد الرسائل اللي كتشوفو هنا يعني نحط لكم بجوج يعني الرسالة اللولة والرسالة الثانية وكذلك غاد نحط لكم هاد جوج ديال الايميل اختاروا ايميل واحد فيهم وصفته وكنت ملل لكم التوفيق اخواني وما تنسوا وجدوا ترزير اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرسا داشت توصلوا بالجديد ديال لا دون تنفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة